قالت مصادر أمنية تركيا إن اثنين من عناصرها وسبعة مسلحين قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار في جنوب شرقي تركيا وأعلنت الشرطة التركية عن اعتقال 12 مسلحا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في مكان حدوث الاشتباكات في مدينة دياربكر وذكرت المصادر أن عملية عسكرية واسعة استهدفت موقعا تحصن فيه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة